أهلا بكم كل اللي احنا خدناها المرفضة في البلمارات المحضرة واستعملتها كانت بلمارات تكاسف سواء شلنا منها مياه سواء شلنا منها HCL المهم بلمارات تكاسف وأغلبها بيعتمد على أسد وكحول أو أسد وأمين المرات دي بقى عايزين نتكلم عن الجزء الثاني من التحضيرات اللي هي بلمارات الإضافة فبلمارات الإضافة أنا بيشمل لازم يكون عندي طبعا مركبات غير مشبعة يعني كربون دبل بوند كربون ودي بتتم على ثلاث مراحل مرحلة الأولينية بنسميها مرحلة البيت الانشييشن مرحلة البروبجيليشن اللي هي الانتشار البروبجيليشن طبعا المرحلة التانية اللي هي الانتهاء احنا بقى عايزين نتكلم على كل مرحلة بالتفصيل في مرحلة البدء طبعا أنا عندي أي ربطة في الدنيا ربنا خلقها هذه مثلا A B ودي A B الربطة ممكن تكسر جزئين كل واحد إلكتروناته وتكون شكوك حرة أو Free Radical أو كلها تاخد إلكتروناتها ويبقى دي نيجاتف ويبقى دي اسمها هتيريوجينيس بريك ودي هوموجينيس بريك فهنا هو تكسر بوستف و نيجاتف فدي كندم عليها ايونيك اما لتكسر كل واحد إخد إلكتروناتها ويسميها Free Radical فأعظم حاجات في Free Radical ودي مهمة عشان ايدي اللي بتقوم عليها الرياكشن بتاع الإضافة ولي بيخش على الدبل بوند ويكسرها ويتم إضافة عليه أول واحد اللي لازم نذكر كويس اللي هو البنزوايل بروكسايد طبعاً بوندزوايل دي كده اسمها بوندزوايل بروكسايد البنزوايل بروكسايد نهوت لو أنا سخنته وشوفه ده اتحرطت على 98 يكون الفري راديكال اللي هو البنزوايل راديكال البنزوايل راديكال طيب البنزوايل راديكال يبتدي الحقيقة الثانية فيه عندي الكيومين بروكسايد نفس الكلام كيومين بيروكساين في عندي اللي هو البيز آزو ايزو بيتول ناترايل دول اهم اجزاء بالنسبة للشكوك الحرة لو انا خدنا مثال زي البنزوية الراديكال ودخلناها على الاستايرين شايفين يكسر الدبل بوند فري الراديكال واحدة تتحد مع الاكسجين والتانية تبقى حرة عشان تهاجم جزئتين بعد كده في مرحلة الانتشار اللي احنا كوناها هناك تبتدي تدفع معاستايرين استايرين استايرين وتبتدي تعمل سلسلة طويلة عشان تعمل البولي استايرين ونوقفها اما بنقلل الكمية بتاعت البروكساين بنزوية البروكسايد او بنقلل الكمية بتاعت الاستايرين فالرياكشن يوقف لها مرحلة الانتهاء يعني عندي هنا في مرحلة الاضافة مرحلة الاضافة بتتكون من بداية وانتشار وانتهاء